وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله قد وصل إلى الدوحة على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأهل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ عمالها اليوم في دولة قطر الشقيقة وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي ورحب صاحب السمو أمير قطر بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوارة وتبادل الأحاديث الأخوية الودية ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد رسمي يطم كل من سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد ألنهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ألنهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وعددا من أصحاب المعالي والسعادة ترجمة نانسي قنقر